فعامة أهل البدع فتفاسير عامة أهل البدع إنما بنوها على هذين الأمرين على الجهل بالمعنى الصحيح بالنصوص لا سيما النصوص التي تتكلم عن العقائد في أسماء الله وصفاته أو في الملائكة أو في الجن أو في الصحابة ويغمر ذلك ويكتنفه الجهل شدة البدعة وقوتها وراء ذلك شدة البدعة وقوتها والعياذ بالله فإذا أطبق العلماء على أن القول على الله بلا علم من أعظم المحرمات فلا يجوز لك أيها الطالب أن تبادر أن تباشر تفسير شيء من كلام الله إلا وأنت على علم ودراية بما تقول وما تنقل وما تكتب وما تسمع غيرك لأن الكذب في التفسير كذب على الله فإذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من العقوبة الأليمة والعذاب والنكال من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار فكيف بالكذب وتعمد الكذب على الله عز وجل فإذا القول على الله عز وجل بلا علم من أعظم المحرمات لا سيما في التفسير لأنك تريد أن تبين في التفسير كلام الله ومراد الله ومقصود الله عز وجل من هذه الآية فكيف تتكلم بلا علم كيف توقع عن الله عز وجل مراده وأنت غير عارف بحقيقة ما تقول فلا ينبغي أن تحملك المجاملات أن تتكلم بلا علم ولا ينبغي أن يحملك حفظ مكانتك أن تتكلم بلا علم ولا حماية هيبتك أن تتكلم في التفسير ولا في غيره من العلوم بلا علم يقول الله عز وجل في سياق المحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بلا علم أعظم من الشرك لأن الشرك إنما هو فرع من فروع القول على الله عز وجل بلا علم